تخيل أن لك جاراً لطيفاً رجل أعمال ناجحاً زوجاً وأباً محبوباً في وسطه ومعروفاً بمشاركته في حفلات خيرية في أحد الأيام تجد الشرطة داخل منزله 27 جثة لأشخاص كان قد اغتصبهم وقتلهم بالإضافة إلى ضحايا آخرين رماهم في النهر لأن قبو منزله لم يعد يتسع للجثث كل هذه أحداث حقيقية بطلها يدعى جون وين جيسي لكن إذا علمتم أن جيسي كان يتنكر في زي مهرج خلال حفلاته الخيرية قال يذكركم هذا بشخصية ما القضية التي تفجرت في نهاية السبعينيات استحوذت على اهتمام الجمهور وجيسي أصبح أحد أسوأ وأشهر القتلة المتسلسلين في الولايات المتحدة بالتوازي مع ذلك بدأت الشرطة تتلقى مئات الشكاوى التي تتحدث عن انتشار مهرجين غامضين في الشوارع أصابوا المدارس والأباء بذعر كبير انتج حول جيسي ما لا يقل عن خمسة أفلام بالإضافة إلى عشرات الشخصيات التي يرى البعض أنها استلهمت منه ومن بينها شخصية الجوكر عقب هذه الحادثة تحول المهرج في الأعمال الفنية من مرادف للبهجة والضحك إلى شخص خارج عن القانون عديم المشاعر ومفلس أخلاقياً أي أقرب ما يكون لما يعرف بالشخصية السايكوباتية والتي ما زالت حتى اليوم مادة دسمة للفن والأدب تعريف السايكوباتية ليس سهلاً والمصطلح نفسه غير معتمد ضمن الدليل التشخصي للإضطرابات العقلية لكنه يقع تحت مظلة ما يسمى بالطراب الشخصية المعادية للمجتمع اعتلال يجعل صاحبه غير قادر على الإحساس بالندم أو التعاطف مع الغير ويجعله مغروراً كاذباً يجيد خداع الآخرين بتقمص شخصية جذابة ولا يكترث للقوانين أو الأخلاق هذه الحالة تنتشر بين الرجال أكثر من النساء وتشكل حوالي واحد في المائة من عامة الناس وخمسة وعشرين في المائة من نزلاء السجون من أشهر الاختبارات المستخدمة لتشخيص السايكوباتية تلك القائمة التي وضعها عالم النفس الكندي روبرت هير تضم مجموعة من الأعراض إذا حدد الطبيب أن معدلك فيها ثلاثون نقطة أو أكثر فأنت سايكوباتي تصرفات جيسي عبر السنين جعلته نموذجاً مثالياً للسايكوباتي الخطير فهو لم ينجح فقط في خداع الجميع بل حتى حين بدأت الشكوك حوله كان مغروراً وغير مكترث لدرجة أنه كان يستمتع بمراقبة أفراد الشرطة له بل ويصفهم بحراسه الشخصيين في المرة الأولى التي سجن فيها نجح في الخروج بعد مدة قصيرة لحسن سلوكه وارتكب المزيد من الجرائم وفي المرة الثانية التي أدين فيها استطاع جذب الكثير من المعجبين والمدافعين وكان يتلقى مكالمات وزيارات أكثر من أي سجين آخر حتى إنه قرر أن يخلد شخصية المهرج التي كان يتقمصها عبر رسم لوحات بيعت بمبالغ كبيرة ولكن هل ولد جيسي سايكوباتياً أم أنه تحول إلى سايكوباتي مع الوقت؟ في أوائل التسعينيات قارنت دراسات بين أدمغة السايكوباتيين وغيرهم ورصدت لدى المجموعة الأولى انخفاضاً في النشاط داخل أجزاء من المخ مرتبطة بمعالجة العاطفة والتحكم في الانفعالات مع وجود أدلة على أن هذه الحالة قد تكون وراثية أو تعود لمرحلة مبكرة من النمو إلا أن العلماء أشاروا إلى دور كبير للنشأة والبيئة في تحويل هذا الاستعداد البيولوجي إلى اعتلال نفسي بالنظر إلى طفولة جيسي نجد أنه عانى لسنوات طويلة من التعنيف والتحقير من قبل والده تقارير أشارت أيضاً إلى تعرضه لحادث أصابه في الرأس كان يعاني جراءه من نوبات صرع لكن والده أصر على أنها محاولة منه لجذب الاهتمام هل هذا يعني أن جيسي ما كان ليصبح هذا المجرم لو كانت طفولته مختلفة؟ الجواب على الأغلب نعم هذا ما يؤكده عالم الأعصاب الأمريكي جيمس فالون الذي اكتشف أثناء دراسة أجراها على نفسه وعائلته أن هناك تشابهاً كبيراً بين مسحه الدماغي والمسح الدماغي لسيكوباتيين مجرمين ووجد أيضاً أن لديه عوامل وراثية يعتقد أنها تدفع لتبني سلوك عنيف وفي رأيه أن الأمر الذي منع تحوله إلى مجرم هو أنه نشأ في بيئة صحية وسط عائلة محبة لذا من الأخطاء الشائعة الافتراض أن أي سيكوباتي هو مجرم وعنيف بالضرورة عدد من الرؤساء والأكاديميين ورجال الأعمال وجدت دراسات أن لديهم سمات سيكوباتية لكنهم أشخاص ناجحون ولم يتورطوا في مشاكل قانونية طوال حياتهم على العكس سيكوباتيتهم كانت عاملاً مهماً في نجاحهم لأنها تجعلهم لا يخشون المخاطرة ولا ينخرطون في جلد الذات ولوم النفس إذا ساءت الأمور لنعود إلى المهرج القاتل هل كان ممكنًا علاج جيسي من هذا الاضطراب؟ التجارب المختلفة تشير إلى أن أي خطة علاجية تتطلب تفاعلاً من المريض بينما السيكوباتي يرى أنه لا يعاني من أي مشكلة ويكون راضياً عن نفسه بشكل مبالغ فيه ويستاء من أي جهة صاحبة سلطة حتى ولو كانت طبيباً بل إن العلاج قد يكون سبباً في تفاقم الحالة لأن معرفة معلومات عن مرضى آخرين تساعد السيكوباتي على تطوير مهاراته في الخداع لكن بعض الجهود أظهرت نتائج ملحوظة في العلاج المبكر للسيكوباتيين الأصغر سناً ورغم الجدل حول علاج السيكوباتية إلا أن المحاكمة عادة لا تسقط المسؤولية الجنائية عن السيكوباتي بحجة المرض العقلي مبدئياً لأنه شخص يعي تماماً ما يفعل وهذا ما حدث مع جيسي الذي نفذ فيه حكم الإعدام وسط تجمع حشود متضامنة مع الضحايا خارج السجن آخر كلماته كانت أنه بريء تماماً التعرف على رفاة ضحياه استمر لعقود بعد موته واحتفظ بدماغه لإجراء عدد من البخوث لكنها حتى اليوم لم تكشف عن أي أمر لافت ليبقى هذا شاهداً على تواضع معلوماتنا حول العقل البشري هل تريدون التعرف على أي ظواهر نفسية وعقلية غامضة؟ اكتبوا لنا مقترحاتكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا لمزيد من القصص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر